اشتركوا في القناة وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة لرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من رؤساء الاتحادات وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الجهود التي تبدلها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان لها أبلغ الأثر في النهوض بمسيرة العمل الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات التي كتبت اسم البحرين بأحرف من ذهب ونوه سموه بجهود لعبي المنتخبات الوطنية وما قدموه من عطاء وتميز أثمر عن تحقيق تلك الإنجازات الخليجية والعربية والقارية كما ثمن دور الأطقم الفنية والإدارية وجهود مجالس إدارات الاتحادات الوطنية في رعاية المنتخبات داعيا سموه جميع اللاعبين إلى مواصلة المثابرة والعمل الجاد من أجل حصد المزيد من النتائج التي ترفع راية المملكة بمختلف المحافل الخارجية هذا وقد ألقى الأمين العام للجنة الأولمبية سعادة السيد فارس الكوهجي كلمة عبر فيها عن فخره واعتزازه بسلسلة الإنجازات الخليجية والعربية والقارية والتي تعد ثمرة لدعم جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء وأكد الكوهجي أن التوجيهات السديدة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ودعم سموه المتواصل لفريق البحرين ووقوفه بجانب الرياضيين وتوفير مختلف الظروف المثالية أمامهم ساهم في تحقيق تلك النجاحات